اهلا بكم يوم مهم جدا في الناس الحلوة وملف لأول مرة نتكلم فيه النهاردة بالتفصيل الاستساءة في المخ او حوالين المخ او في غرف المخ الاستساءة كلمة تعني تجمع مائه والموضوع ده في منتهى الاهمية ومنتهى التخويف للأهل وايضا للقطاع الطبي بس خلينا اقول لكم ان ده من الامراض التي تزعج بشكل كبير جدا وبلا شك تؤثر او لها اثار جانبية هنفهمها النهاردة بالتفصيل المخ هو عبارة عن نسيج في منتهى الاهمية موجود جوه صندوق عظمي مناسب له على مقاسه اي ارتفاع في الضغط نتيجة تواجد سائل بشكل زيد هيعمل ضغوط على مراكز مهمة في المخ وهيعمل مشاكل صحية في منتهى الاهمية اسمحوا لي في هذا الحوار الممتع جدا والمهم والمتفرد انها نرحب بضيفي العزيز النهاردة ضيفي من اصحاب المقام الرفيع اسم علمي قدير اسم علمي متميز للغاية النهاردة موجود معنا والحقيقة هتستمتعوا بتفاصيل علمية لأول مرة هتقال تفاصيل جراحية هتتقال بدقة شديدة جدا وهتهم كل اسر عندها طفل مصاب بهذه الحالة ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور سعيد الغفلول رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بالمستشفى العام بكفر الشيخ واستشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري أهلا بك أهلا بك دكتور سعيد سعيد جدا أهلا وسهلا بيوجودك معنا الحقيقة عايزك الأول تشرح لنا استسأل مخ يعني إيه ولماذا اخترت هذا الموضوع لكم من المواضيع اللي احنا نطرحها في حواراتنا العلمية أنا اخترت هذا الموضوع في الأول لأنه هو موضوع خطير جدا وبيترتب عليه مستقبل أسر كاملة زي ما حضرك ذكرت طفل عنده استسأل مخ في العيلة يعني عيلة فيها ابتلاء شديد جدا على المستوى المعنوي على المستوى النفسي على المستوى المادي حتى علشان كده اخترت هذا الموضوع الشائك والمهم كلمة استسأل مخ معناها هي تراكم للسائل النخاعي الشوكي داخل تجاويف أو بطينات المخ اللي هي ممرات السائل النخاعي داخل المخ السائل النخاعي لما بيتراكم التجاويف دي بتتضخم في الحجم الحجم بتاعها لما بيكبر بتضغط على خلايا المخ والمراكز الهمة في المخ فتسبب مشاكل عنيفة جدا عند الإنسان استسأل مخ أو السائل النخاعي لو هنتكلم عنه اللي هو السبب الرئيسي في حدوث استسأل مخ السائل النخاعي بيفرز من مكان اسمه الضفيرة الماشيمية زي ما هم وضح في الصورة الضفيرة الماشيمية دي موجودة في بطينات أو تجاويف المخ تحديدا التجويف أو البطين السالس والبطين الرابع أو البطين الجانبي والبطين الرابع السائل النخاعي بيفرز بكمية في اليوم تعدل بحوالي 500 ملي متر يوميا تقريبا 25 ملي متر في الساعة ويتم امتصاص نفس هذه الكمية بشكل يوم هنشوف باختصار بسيط سائل يعني استسأل مخ يعني السائل النخاعي إما كمية السائل النخاعي زادت عن الحد المطلوب اللي هم 500 ملي في اليوم دولت باو ألف باو ألف ونص باو ألفين أو الامتصاص بتاعه الافرص بتاعه سليم لكن الامتصاص بتاعه فيه مشكلة ما بيمتصص بالشكل المطلوب أو إن بيفرص بكمية معقولة وطبيعية وبيمتص بكمية معقولة طبيعية لكن جالي سبب خارجي في المصار بتاع السائل النخاعي اللي بيمشي فيه فأفلوا فبالتالي لا يتم تصريف هذا السائل النخاعي فيحصل نعم الاحتقان لهذا السائل داخل بطانات المخ فيحدث ما يسمى باستسقاء المخ ده التوصيف بتاع الحال بالزبط هقول الأسباب ولا عوامل يعني عشان نشرح للناس إيه الفرق بين كلمة أسباب وعوامل العوامل هي بنسمى ريسك فاكتور أو حاجات معينة لو وجدت بتزيد فرص الإصابة باستسقاء المخ الأسباب سبب مباشر حصل عند الإنسان عمله استسقاء مخ نقدر نقول لو هنتكلم على الأسباب عشان نبدأ بها الموضوع بقى بسيط أورام المخ عندي أورام خطيرة جدا بتيجي في أماكن أو في مصارات السائل النخاعي بتسد المصار بتاع السائل النخاعي ده فبتعمل لي استسقاء المخ أيضا الإنسان اللي بيتعرض لي حوادث أو نزيف المخ سواء كانت القيئة أو نتج عن حدثة النزيف ده ممكن يجي في مصار السائل النخاعي فيسد تصريف السائل ده فيحصل استسقاء المخ أيضا الإنتهابات اللي بتيجي في أخشية المخ زي الإنتهاب السحائي وغيره برضو بينتج عنها للتساقات عنيفة جدا في مصار السائل النخاعي فبتسد أو بتمنع تصريف هذا السائل فبيحدث اسمها باستسقاء المخ ده اسمها أسباب مباشرة يعني السبب مباشر حصل فنتج عنه استسقاء المخ لكن في عوامل العوامل اللي بتحصل ويزيد مع استسقاء المخ زي زواج الأقارب زي ما حضرتك تفضلت في بداية الحلقة زواج الأقارب بينتج عنه عيوب خلقية خطيرة بتصيب كل أنحاء الجسم ومن ضمنها الجهاز العصبي فبيحدث اسمها ويسمى استسقاء المخ أو فرصه بتزيد أكتر مع زواج الأقارب ايه هو السائل النخاع احنا جمنا يعني اتكلمنا عن السائل النخاع كذا مرة وظفته الناس عايزة تقرب تفهمك السائل النخاع ده سائل بيدور حول المخ وبيسري في عمق المخ من خلال البطينات المخ أو الجيوب اللي بتخزن السائل النخاع ده السائل النخاع ده هو سائل شفاف عديم اللون مفروض وظفته هو ليه وظفتيه مهمين جدا الأول هو بيعمل زي تغزية بيوفر التغزية اللازمة لخلايا المخ وكذلك خلايا النخاع الشوكي الحاجة التانية هو بيحمي المخ وخلايا النخاع الشوكي من الصدمات هو بمثابة وسائل ديناميكية بتحمي كل أنسجة الجهاز العصبي من التلف لو تعرضنا لأي صدمات احنا الحركة بتاعة الراس يمين وشمال دي وفوق وتحت اي حركة عنيفة لو ما فيش سائل النخاعي هنتعرض كلنا لتلف في المخ أو نزيف في المخ بسهولة جدا في حالة عدم وجود السائل النخاعي وجود السائل النخاعي هو ضمانة حقيقية لحماية النسجة العصبي من التلف دي خلينا اسألك برضو سؤال مهم لما تيجي تتابع حالة التاريخ بتاعها بيقول إيه الهيستوري السيمتومس الأعراض القصة بتمشي إزاي هو على حسب لأن أساس ألمخ أنواع كتير لو هنتكلم عن نوع الأشهر واللي احنا بنعانه منه كتير جدا هو النوع اللي موجود في الأطفال أو الكونجينة اللي هو الطفل مولود به الأعراض بتاعته أعراض كتيرة جدا أهمها صراحة ازدياد سريع وكبير جدا في محيط حجم الرأس بنلاقي رأس الطفل بتكبر بشكل سريع جدا يوم عن يوم والأمة بتلاحظ ده وتقدر تقيس محيط الرأس من خلال يعني حاجات كده معانا بنقيس بها الرأس وتقدر تعرف وهي الأمة نفسها تقدر تلاحظ هل إذا كان الطفل بتاعها مصاب بسزق المخ ولا لأ ده أول عراض العراض التاني بنلاقي الأطفال دول في منطقة اسمها اليافوخ دي منطقة لينة في مقدمة الرأس بتبقى وصلة بين عظام الجمجمة المنطقة اليافوخ دي زي ما هو موضح بالصورة اللي قدامنا دلوقتي المفروض نموها الطبيعي أو ارتفاعها الطبيعي يكون بمحاذيات عظام الجمجمة ما ينفعش بقى رافع عنها لو منطقة اليافوخ دي لما بيحصل فقط تورم أو انتفاخ دي دلالة حقيقية لأن هذا الطفل مصاب باستسقاء المخ ودي علامة جميلة وبسيطة جدا الأم تقدر تلاحظها وهي في البيت من غير الرجوع إلى طبيب دي عرض تاني مهم جدا العرض التالت بيلاقي سقوط العينين للأسفل دايما العينين زي ما هو موضح بالصورة دي بتاع الطفل اللي عنده استسقاء مخ دايما بصيل لتحت في منظر مميز جدا عندنا في جراحة الأعصاب بنسميه Sunset Appearance أو منظر غروب الشمس بيلاقي العينين منظرهم سقطين لتحت دول زي منظر غروب الشمس دي دلالة قوية أن هذا الطفل مصاب باستسقاء المخ أيضا من ضمن الأعراض هو انتفاخ وظهور شديد للأوردة الموجودة في فروة الرأس المفروض الأوردة اللي في فروة الرأس ما تظهرش أو لو ظهرت يعني بشكل طفيف جدا لكن عند الأطفال دول بنلاقيها وطحة جدا ومرسومة يعني وكأنها مرسومة قدام حضرتك بورقة مش في فروة الرأس برضو فيه أعراض تانية زي الغسيان والقيق المستمر زي التشنجات زي التوتر والبكاء الشديد عند الطفل نقي الطفل مش مرتاح ليه النهار بيعيط متألم يعيط أهو متألم طبعا برضو اضطرابات في النوم تلاقيها إما بينام كتير جدا وما بيفوقش أصلا غير وقت الرضاعة أو أوقات بسيطة أو إنه ما بينامش خالص دي كلها أعراض في السسقاء المخ عند الرضع اللي هما أقل من سنتين لكن لو علينا بالسن شوية فوق السنتين هلاقي الأعراض بتكون أكثر خطورة أكثر خطورة لأن الجمجمة بتكون أفلت تماما بقت كاملة التعظم في الحالة دي أو منطقة اليفوختة حديدا اللي أنا أقصدها بتكون أفلت تماما هي بتقفل تقريبا عند سنة وشهرين أو سنة واربع شهور هي بتدي مساحة للجمجمة إنها بتتمدد لو حصل ضغط مخ فيها عالي فبالتالي بتكون الأعراض أقل حد لكن لما بتقفل المنطقة دي الأعراض عندي بتكون خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة ماشي ويحدث معها كمان التشنجات وكذلك ضعف في الإدراك ونسبة الزكاء عند الطفل بلاقي الطفل النمو العقله بتاعه ضعيف الطفل عنده خمس سنين ولا ست سنين وما بينطقش ما بيتفاعلش مع الأطفال اللي حواليه زكاءه ضعيف جدا ما بقدرش يميز بشكل قوي الطفل ده بيكون معرض أو مصاب باستسقى المخ ولو تم إهماله ولا ما يتم تشخصه بشكل مبكر والعلاج بشكل سليم قد يحدث أو قد تحدث الوفاة عند هؤلاء الأطفال ده نتيجة إن السائل بيضغط على خلايا المخ ضد جسم صلب اسمه جمبور بالزبط فالخلايا المخية دي ما بتنموش أو بيتموت بيتموت ضغط على مركز التنفس فالإنسان هيبقى فيه مشكلة ضغط على أي مركز مركز الحركة هيحصل شلل بيتضغط على مركز الإبصار هيحدث العمى لا يعني الضغط ده هو اللي بيعمل لي مشاكل خطرة عند الأطفال عايز نروح بقى للمنطقة تانية مهمة قوي هي منطقة العلاج إيه بقى الخطة العلاجة؟ بل زي بنرسم الخطة العلاجة؟ استسأل مخ في الأطفال تحديدا يعني العلاج فيه الغالب هو علاج جراحي وليس دوائي في الأطفال والعلاج الجراحي هنا بينقسم لمرحلتين المرحلة الأولية أو الطرية الأولانية وهي الطرية الأكثر شيوعا في العالم كله تقريبا جميع العالم بيستخدمها هو عملية الصمام المخي البريتوني الصمام المخي البريتوني هو فكرته ببساطة إن أنا عندي السائل النخاعي محتبس داخل المخ والمخ مش قادر يستوعب هذا السائل النخاع ومش قادر يصرفه فأنا بعمل زي تحويلة بتاخد السائل النخاعي الزايد عن الحد ده من المخ عشان أودي لتجويف تاني أو تجويف آخر أكثر قدرة على استيعاب هذا السائل النخاعي ويقدر يمتصه وما بنلاقيش أحسن من التجويف البطني أو داخل الغشاء البريتوني الطفل ببقى مستلقي على الظهر الرأس بنبقى جايبينها على ناحية اليمين أو ناحية الاسهار فيش مشكلة بنحدد مكان معين بزرع بيه الأنبوبة الأولى وهي الأنبوبة اللي بدخلها داخل بطينات المخ في مصار السائل النخاعي وفيه أنبوبة تانية بتبقى مدفونة تحت الجلد بمشي بها تحت الجلد حتى أصل بها إلى التجويف البطني داخل الغشاء البريتوني وفيه بينهم الكنكتور أو الريزرفوار الجزء الأهم في الجهاز الصمام الريزرفوار ده بيكون مبرمج إلكترونياً على ضغط المخ الطبيعي اللي هو بيسحب لي الضغط الزايد أول الضغط ما بيعلى في المخ أو كمية السائل النخاعي بتاعلى في المخ هو بيسحب الكمية الزايدة دي بيوديها داخل الغشاء البريتوني في تجويف البطن حتى يتم امتصاصها عملية بسيطة جداً شائعة جداً في العالم كله ولكن عشان نكون واقعيين جهاز الصمام المخ البريتوني هو جهاز منصنع الإنسان وأي حاجة منصنع الإنسان هتحتاج للصيان زيها زي العربية اللي بنشتريها بنودها للتوكيل كل فترة جهاز الصمام المخ البريتوني لازم الأم تأخذ الطفل اللي بنعمله العملية دي وتبقى فيه متابعة دورية مع الجراح العمل العملية لأنه معرض للإنسان لازم الطبيب يأخذ باله ولازم يعمل عملية تسليك لهذا الصمام فهي عملية أكثر شيوعاً وهي العملية الواقعية اللي موجودة حالياً ولكن لها مشاكلها لكن بالمقارنة بالفايدة اللي بناخدها منها فهي أكسبت جداً أو مقبولة جداً النوع التاني بتدخل الجراحي نوع مهم جداً وحديث جداً هو التدخل من خلال استخدام المنظار الجراحي باستخدم المنظار الجراحي لعمل حاجتين مهمين جداً أعمل زي السقب في قاعدة البطين الثالث اللي هو مصار بيمشي فيه السائل النخاعي علشان أفتح هذا المصار ما يبقاش مسدود علشان يتم تصريف هذا السائل النخاعي وبعمل بيه حاجة مهمة جداً هو باجي على المنبع نفسه اللي بيولد السائل النخاعي اللي هي الضفيرة المشيمية اللي أنا كلمت عليها في الأول بعمل لها عملية كي علشان أحد من إفراز السائل النخاعي وطريقة كويسة جداً ومقبولة ومن مميزاتها أنا ما بازرعش جسم غريب داخل الطفل هنتقل إلى تاني شيء آخر هو ارتفاع ضغط المخ الحميد ده شيء برضو منتشر عن الستات بالذات كمان ارتفاع ضغط المخ الحميد ده ده السيدات مرض مهم جداً ومنتشر جداً هو عن الستات بس؟ آه فأغلب الأحيان هو ستات فقط هننادر أولا ما نشوف الرجال تمام وليه اسم تاني ظريف اسم الورم المخي الكازم ليه اسميناه الورم المخ الكازم سودة يومر سيربراي بالزبط سودة يومر سيربراي بس الاسم الأحدث ليه ديوباتيك انكريز انتراكين انتنشن اللي هو ارتفاع ضغط المخ مجهول السبب لكن أنه قف عند كلمة الورم المخ الكازم أحد أسمائه لأنه مرض بيديني نفس أعراض الإصابة بورم المخ يعني لو مريض عنده لقدر الله ورم في المخ هيجيلي بنفس الأعراض لي بس هنا لما جاء أعمل أشعة رانين المغناطيسي أو الأشعة المقطعية بلاقي أن المخ سليم تماما ما بلاقيش فيه أي أورام ولا فيه أي مشكلة بعمل رانين على الأوردة المخ بلاقي الأوردة بتاعته سليمة ما فيهاش جلطات ولا حاجة ده ومع ذلك بلاقي ضغط المخ عالي جدا بيتجاوز الخمسين حتى والستين كمان عند السيدات علشان كده سميناه ارتفاع ضغط المخ الحميد ليه حميد؟ لأنه مفيش أسباب خبيثة موجودة في المخ تؤدي إلى هذا المرض إيه المخصود بقى يعني هل نتكلم على الأسباب بتاعت هذا الأمر وليه هو حميد فعلا ولا ممكن يعمل مشاكل لا هو حميد بس يعمل مشاكل يوم مش حميد قوي يعني هو حميد في أسبابه هو حميد دي هو مش فيش ورم ولا حاجة ورم خبيث لقدر الله لكن هو له مش حميد قوي ولا ورم حميد يعني مفيش عنده أي أورام موجودة في المخ مفيش كتلة يعني مفيش كتلة ضغط على المخ لكن هو أسبابه أنا قلت آخر تسمية حديثة لي هي أو ارتفاع ضغط المخ مجهول السبب فهو للأسف برضو في أغلب الأوقات ما بلأقولوش سبب واضح لكن نقول بقى هو بيزيد في فئات معينة اللي هي الستات من عند سن 20 سنة حتى الخمسين الستات اللي بتعاني من سمنة مفرطة ودي أغلب الحالات بيلاقيه فيها كده ودي رسالة لكل السيدات في مجتمعنا أنه يهتموا برشاقتهم ووزنهم لصحتهم مش لحاجة تانية حكي بيزيد أكثر مع السيدات اللي بتتعاني من أمراض مناعية زي الرماطايد وكذلك مرض الزئبة الحمرة برضو بلاقيه بيزيد أكثر مع السيدات اللي بتستخدم أدوية فيها هرمونات زي حبوب منع الحمل والحقن منع الحمل بيزيد مع السيدات اللي بتطبق عليهم الشروط دي في عرض منزيرة خليني أعرف المرض دا بيزيد هم عرضين تقريبا في أغلب الأوقات هم عرضين لها سلسلها ومية العرض الأولين هو صداع مزمن عند الست لا يستجيب لأي مسكنات صداع مزمن ليل نهار موجود عندها نديها مهما نديها من مسكنات تقليدية ما بيستجيبش ولا بيخاف الحاجة التانية وهي عرض مهم جدا وهو كاركتوريستيك أو مميز جدا لهذا المرض وهو ضعف في حدة الإبصار أو اختلال في الرؤية أو ازدوجاة في الرؤية أو زغلالة في العين دي كلها أعراض المريضة بتحس بيها وده نتيجة لما ضغط المخ بيزيد السائل النخاة بيحاول يجد مصار بديل علشان يقلل للضغط في المخ فأول منفذ بيلاقيه قدامه إيه؟ العين أول سخبه قدامه بيلاقيه العين فيمشي مع العصب البصري فيضغط لي على العصب البصري فيعمل لي مشاكل عنيفة جدا في الإبصار تفقد البصر آه ممكن يحصل ده وبعد ما بنتدخل بالعلاج بتاعنا الأمور بترجع إن شاء الله هنشخص الحالة إذا نجيب الحالة أكيد بيبقى فيه تخوف ليكون لك قدر الله في ورم خبيث مثلا علشان كده الأجهزة الحديثة بتاعتنا مهمة جدا بتساعدنا في الكلام ده دايما التشخيص والدكتور الشاطر والمتميز الفحص السجيري أو الكلينيكي ده مهم جدا من خلال الأعراض ده نتوقع هذا المرض توقعنا هذا المرض بنقوم بتأكيده بننأكده من خلال حاجتين مهمين جدا أول حاجة هي فحص قاع العين اللي بيعملهن وبيساعدنا فيه الزملاء في أطباء أو في تخصص الرمض بيعملون فحص قاع العين بنلاقي حاجة مميزة جدا عندهم هي ارتشاح العصب البصري درجاته المختلفة حتى الدرجة الخمسة ما يسمى بالبابل ديما لما بنلاقي ارتشاح العصب البصري بنشك في هذا المرض إن هو موجود بنعمل رانين مغناطيسي ورانين على أوريدة المخ بنلاقي المخ سليم تماما وبنستبعد وجود جلطات في الأوريد كده لقينا ارتشاح العصب البصري ورانين مخ سليم كده قدامنا مريضة ارتفاع ضغط مخ حميد هل علاج إزاي بقى؟ العلاج في هذه الحالات بنمشي به من محطات مختلفة أول محطة هي محطة العلاج الدوائي العلاج الدوائي في المرض ارتفاع ضغط المخ الحميد ببساطة جديدة أنا بستخدم مادة معينة بتقلل من إفراز السائل النخاعي وبالتباعية بتقلل من ضغط المخ وأشارهم على الإطلاق هي مادة الأستازولامايت دي مادة مشورة جدا عندنا بنستخدمها في هذا المرض كذلك مدرات البول مختلفة بكلها دور مهم في علاج هذا المرض أغلب أو في حالات كتير بتتحسن بعد إسبوعين أو ثلاث أسابيع من العلاج بنلاقي فيه نتيجة كويسة طيب عدى إسبوعين وثلاثة وشهر وما فيش تحسن ودرجة الارتشاح اللي على العصب البصري سبتة أو بتزيد كده لازم أنتنقل للمرحلة التانية أو المحطة التانية في العلاج وهي محطة في غاية الأهمية وهي محطة بازل السائل النخاعي من خلال الزهر بازل السائل النخاعي أملية بسيطة خالص بنعملها داخل غرفة العمليات تحت عقيم كامل تحت أسير البنج الموضيع أو التقدير الموضعي مش الكل ولا النصف بدخل من خلال إبرة بازل السائل النخاعي في النخاعي الشوكي في منطقة الفخرات القطنية تحديدا عند الفقرة الرابعة والخمسة أو التالتة والربعة أو أعلى شوية ممكن وبوصل بالإبرة دية جهاز إحنا بنعمله في العمليات بنقيس بضغط المخ أو ضغط السائل النخاعي عادة ضغط المخ الطبيعي بيتراوح في أغلب الأحيان من 8 إلى 12 ملي متر زابق ونبقى يعني مقبول إن احنا نوصل لحد 20 ملي متر زابق زاد عن 20 ملي متر زابق بنقول إن هذا المريض أو هذه المريضة مصابة بارتفاع ضغط المخ فأغلب الأحيان إحنا بنعمل بازل مرة المريضة بتحسن تماما والأعراض بتتحسن دراماتيك أو بشكل جازري يعني الست بتبقى طالع على طرابيسة العمليات بتعاني من صدع شديد جدا وزغلالة في العين ومشكلة في الإبصار بتنزل بعد دقائق وكل هذه الأعراض تحسنت بشكل كبير بشكل هنقول بنسبة 90% الصدع راح العين الإبصار اتحسن فورا طيب وبنكمل بعد كده بالعلاج الدوائي فيه سيدات بيتحسنوا من بازل مرة أولى والمضوع بينتهوا وبنخلص على كده وفيه سيدات بنعمل بازل بتتحسن بترجع الأعراض بعدها بأسبوعين أو تلاتة بنعمل بازل آخر بتتحسن بترجع الأعراض تاني مش هقعد بقى أعمل بازل كل شوي يعني مش هندخل المريضة كل شوي ندخلها بالإبرة دي وتكون مزعجة لستات كتير فبننتنقل هنا بقى للمرحلة السلسة في العلاج أو المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التدخل الجراحي باستخدام الصمام الظهري البريتوني ده جهاز برضو تحويلة بنحول بها مصاري السائل النخاعي بس هنا بدل ما بنحطه في المخ أو بنركبه في المخ هنا بنستخدمه من خلال النخاع الشوكي في منطقة الفقرات القطنية دي الأنبوبة الأولانية بتاعت الصمام الأنبوبة التانية بنوصلها لتجويف البطن حتى يتم امتصاص هذا السائل في الغشاء أو تجويف البطن داخل الغشاء البريتوني عشان يصرف السائل النخاعي للغشاء البريتوني بالضبط ونقض بالنا برضو أن هذا جهاز محتاج صيانة بشكل دوري زي أي توصيلة في الجسم بالضبط أي فكرة توصيلة في الجسم السمامات توصيلات كلها اللي في الجسم حتى يعني شبه بالضبط برضو مع الفارق يعني الدعمات البالونية ما هي بتحتاج إلى صيانة وممكن طبوس بالضبط ده في علاج الضعف الجنسي أنا بكلم هنا بقى على حاجة يعني عشان بس إيه كل جهاز له توصيلات بتركب داخل الجسم لابد له من صيانة قد يحدث له عطل لذلك لابد له من صيانة وده شيء سهد مش صعب على الطب إحنا لما كلمنا على ارتفاع أو الاستسأل موجود في المخ كلمنا على أطفال لكن فيه استسأل في المخ موجود في المسنين حالة فير كومن أو شائعة جدا جدا واختراحها اتنين علماء اسمهم حكيم وآدم عشان كده سمناها متلازمة حكيم آدم أو حكيم آدم اكتشفوها اكتشفوها أو بنسميه ليه مسمى تاني استسقاء المخ متعادل الضغط يعني ضغط المخ عند هؤلاء المسنين بنلاقيه يا إما طبيعي أو مرتفع قليلا زيادة بسيطة جدا ولكن حجم بطينات المخ عنده بيكون كبير فده مرض مهم جدا بيصيب كبار السن إزاي هتشخصه وإزاي تعالجه الأعراض بتاعته مميزة جدا 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 يعني تقريبا ما فيش مرض تاني بيعمل هذه الأعراض فيه سلاسي أعراض متجمع في هذه المتلازمة أول عرض هو المشي الغير متوازن عند المريض أو المسن بنلاقيه ماشي ماشي فيها ترنه الخطوة قصيرة العرض التاني مهم جدا هو السلس البولي بنلاقيه ما بيقدرش يتحكم في عملية التبول العرض السلس وهو عرض نسيان بنلاقيه بينسي كتير جدا وبيصل في بعض الأحيان إلى الخرف بنلاقيه مش مركز وتاية ومش مستوعب اللي بيحصل حواليه سلاسي الأعراض ده لما بيتجمع في شخص مسن بنشك مباشرة في إصاباته بمتلازمة حكيم آدم بنقوم بعمل الأشعة المقطعية بنلاقي بطونات المخ منتفقة وكبيرة لكن ضغط المخ عنده بيكون يا إما نورمل طبيعي أو زايد زيادة قليلة جدا بنعرف ده إزاي من خلال بازل الساعة النخايا أيضا لما بنقص ضغط المخ عنده بنلاقيه يا نورمل يا إما مرتفع بشكل بسيط العلاج بتاعه صراحة شائق جدا ببدأ ببازل ساعة النخايا وبازل ساعة النخايا هنا بعمله كتست كاختبار لو المريض لو عملت له البازل مرة واثنين وثلاثة ولقيته بيتحسن الأعراض بتاعته بتحسن المشيات زبطت بدأ يتحكم في البول بدأ تركيزه يرجع في الحالة دي هو هيستفيد من عملية الصمام المخي البريطوني وبعملها له فورا لكن لو عملت التست بتاعي اللي هو بازل الساعة النخايا وما تحسنش ما فيش أي عراض تحسنة وما أسرش معا في الحالة دي للأسف بيكون المرض ده بنسميه الريفيرسابول أو العراض دي مش هترجع وبنكتفي بمنشطات المخ والأدواء اللي بتعمل سابورت أو دعم لخلايا المخ فقط قبل أن ننتهي من هذا الحوار الممتع جدا عايزة أكد تاني على الأسر العراضية أرجوكم ابعدوا عن العوامل اللي ممكن تزود فرص للساعة في المخ في الأطفال زي زواج الأقار ده حاجة لازم نبدأ نفكر ونبعد عنه بالإضافة لكده التحرك المباشر عندما تشتبه بأن طفلك أو جدك يعاني من مشاكل خاصة بتصريف المياه داخل المخ اللي احنا قلنا عليه استثقاء فلازم بسرعة جدا نتحرك الأعراض كلها اللي احنا شرحناها دي أعراض متشابكة ولذلك عشان نفصل ما بين الأعراض وبعضها لازم نذهب إلى الجهة المختصة أو الدكتورة عشان نشخاص لنا الصداع ده سببه ايه؟ مشاكل الرؤية دي سببها ايه؟ الفومتنج أو القيء المستمر عدم الاتزان وعدم التوازن في الحركة سببه ايه؟ كل ده له أسباب أخرى تانية لكن احنا بنهاردة تكلمنا على ثلاث أمراض في منتهى الأهم انتبهوا فالأمر مهم جدا جدا والعلاج كل مكان أبكر وده أنا عايز آخر سؤال هسأله لك العلاج المبكر جيد؟ يفرق جدا طبعا في الأفضل بالذات؟ عشان نلحق العراض المخ لما هيتعرض لضغط عليه لما هينضغط يوم غير شهر غير سنة حيتلف مع الوقت لكن لما الحقه بشكل مبكر بلحق الخلية بنقذها من التلف المبكر في العلاج هو مبكر في الإنقاذ ضيف العزيز القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع في عالم المخ والأعصاب الأساس الدكتور سعيد الغفلول رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بالمستشفى العام بكفر الشيخ نورت الناس الحلوة وسعيد جدا من هذا الحوار العلمي المتفرد المليء بالمعلومات اللي ما تجابش سيرة أي مرض فيه قبل كده مواطن سكرا جزيلا خليكم دايما واخدين بالكم من ولدكم خليكم من الناس الحلوة